في ظل أزمات عميقة يعيشها العراق جاءت دعوة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم المواطنين المسيحين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الماضية إلى العودة في محاولة يائسة للتغطية على الوضع المأساوي الذي يعانيه العراقيون الكاظم وخلال استقباله وفد مطارنة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية برئاسة البطريارك روفائيل ساكو أكد أن الوجود المسيحية في العراق هو واحد من أهم ركائز التنوع لكنه لم يشر إلى جناية نظام ما بعد عام 2003 على هذا التنوع حيث شهدت السنوات التي أعطبت الغزو الأمريكي حملات هجرة واسعة لمسيحي العراق بسبب جرائم الاستهداف والتضييق التي شاركت بها ميليشيات مسلحة على عين الحكومة بكل أجهزتها ومؤسساتها وكان ساكو قد أطلق أخيرا تحذيرات بخصوص وجود المسيحيين في البلاد معتبرا أن وجودهم ما زال مهددا وأكد أن استمرار عمليات الاستهداف والتهديد والاضطهاد دفعت بتناقص أعداد المسيحيين حيث تقدر أعداد الذين غادروا البلاد بعد عام 2003 بأكثر من مليون مواطن مسيحي حديث الكاظم عن عودة المسيحيين يأتي في وقت تستمر الهجرة من العراق وليس إليه ولعل قضية العراقيين العالقين في مخيمات أشبه بالمعتقلات في لتوانيا آخر شواهد ما يتعرض له العراقيون وما هي حجم الكوارث التي تدفعهم للبحث عن ملاذ آمن وحياة مستقرة وتطالب قوة وجهات مسيحية بإخراج الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مناطق عدة في سهلينين وشمالي العراق معتبرين أن وجودهم يمثل عامل عدم استقرار ولا يشجع على عودة أهل المناطق إليها وهم من الأغلبية المسيحية العربية واقع شبيه بما يحدث في مناطق أخرى تمنع فيها الميليشيات أهلها من العودة إليها كما هو الحال في جرف الصخر التي لا يستطيع الكاظم ولا غيره الاقتراب منها أو الحديث عن ملفها حملة دعائية أخرى يعمد الكاظم إلى تسويقها قبيل الانتخابات المقبلة لمحاولة إضافة رصيد لإنجازاته الوهمية التي لم ير منها العراقي ونصوى الصور الاستعراضية والشعارات الرنانة